الموجز الاقتصادي من قناة رافدين أهلا بكم أعلنت كتل في البرامة الأمان رفضها قرار البنك المركزي إصدار سنداد للاقتراض الداخلي مشيرة إلى انتفاء الدواعي والمبررات لهذا القرار وأوضحت أن القرار كان يمكن اعتماده عندما كان سعر بيع النفط دون 30 دولار للبرميل أما مع ارتفاعه إلى ما يقارب 80 دولار فلا تبقى مبررات مقبولة له إضافة إلى أن كفاءة تحصيل إرادات المنافق في العراق ستوفر ما لا يقل عن 10 تريليونات دينار في الأقل وأضافت الكتلة أن النفقات غير الضرورية وبالاعتماد على المصرفات الفعلية للسنوات الماضية تؤكد انتفاء الحاجة إلى تكبيل الدولة بالاقتراض الداخلي أو الخارجي أكد نائب وزير النفط الإيراني مجيد جنغا استعداد بلاده لتنديد عقد تصدير الغاز من إيران إلى العراق وقال الوزير الإيراني في لقائه مع مسؤولين في وزارة الكهرباء بحكومة الكاظمي إنه تمت مطالبة الطرف العراقي بأن يلتزم بالعقود الجارية والتفاهمات بين البلدين وأعرب الوزير الإيراني عن استعداد بلاده لدراسة العروض الجديدة التي تقدمها وزارة الكهرباء في العراق لتمديد عقود صادرات الغاز من إيران وتعمد طهران بين فترة وأخرى إلى وقف امدادات الغاز كوسيلة للضغط على العراق الذي يشتري الغاز من إيران لإمدادات محطات الكهرباء في حين يذهب الغاز العراقي هدرا جهون الاستفادة منه أعلنت وزارة التخطيط الحالية في العراق عن ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من سبعة ملايين سيارة خلال عام 2020 وقال الجهاز المركزي للحصاء التابع الوزارة أن العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص بلغت سبعة ملايين وستة وعشرين ألف سيارة والمسجلة لغاية نهاية كانون الأول من عام 2020 بضمنها سيارات كردستان العراق والتي تشمل جميع اللوحات مبينا أن هذه السيارات ارتفعت بالمقارنة مع عام 2019 التي بلغت فيها ستة ملايين وثمانمائة أو ثمانية وثمانين ألف سيارة بنسبة ارتفاع بلغت اثنين بالمئة شهدت أسواق العراق تباينا في أسعار الدولار الأمريكي حيث ارتفع سعر صرف الدنار العراقي مقابل الدولار في بغداد بينما شهد انخفاضا في كردستان العراق وسجل الدولار في برصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد ألفا وأربعمائة واحدا وسبعين دينارا عراقيا مقابل كل دولار واحد بينما سجلت أسواق أربيل ألفا وأربعمائة واربعةا وسبعين دينارا للدولار الواحد وصلت سعار النفط خسائرها بعد أن بايع عن زيادة غير متوقعة في المخزونات في الولايات المتحدة على الرغم من استقرار الأسعار وسجل خام فرينت انخفاضا بمقدر بمعدل ثمانية وعشرين سنة ليسجل ثمانية وسبعين دولارا وستة وثلاثين سنة للبرميل بينما ترجع النفط الأمريكي ثلاثة عشر سنة ليسجل أربعة وسبعين دولارا وسبعين سنة للبرميل وأظهرت بيانات إدارة المعلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار أربعة ملايين وستمائة ألف برميل خلال الأسبوع الماضي أظهر تقرير نشرته الوكالة الأوروبية البيئة أن تلوث الهواء من الانتاج الصناعي في أوروبا يلحق أضرارا بيئية تتراوح قيمتها بين مائتين وثمانين مليار يورو واربعمائة وتسعة وتسعين مليار دولار وأشارت الوكالة إلى أن هذه التقديرات توازي حوالي 2% إلى 3% من إجمال الناتج المحلي للتحاد الأوروبي وهو أعلى من الناتج الاقتصادي الإجمالي لعدة دول أعضاء عدة وفيما حقق القطاع الصناعي الأوروبي تقدما كبيرا على صعيد تقليص أثاره البيئي والمناخي لا تزال التكاليف الاجتماعية والأثار الخارجية الناجمة عن تلوث الغلاف الجوي في الاقطاع مرتفعة وتترجم هذه الأضرار من خلال أمراض ووفيات مبكرة وتدهور الأنظمة البيئية والموائل الطبيعية والمحاصيل الزراعية ما يترجم من خلال تكاليف اقتصادية نهاية الموجز إلى اللقاء